ابتدي معاك سيد شريف. فضل. اه عايز اخد بس اسباب من وجهة نظرك اسباب خروجنا من كاس العام وعدم الوصول لكاس العالمي. بداية معاك. هي نفس الاسباب اللي خسرتنا كاس العرب. هي نفس الاسباب اللي خسرتنا كاس الامم. مدير فني. شايفة مدير فني فقط؟ بالتأكيد. يعني اه. بالتأكيد. ما انت قبل كده خرجت. قبل كده خرجت. خسرت حاجات كتير. قبل كده. هل دجمان كل مرة بتبقى مدير فني؟ بس لما جيب مدير فني. اه في اعقاب قالت حسام البدري اللي كان اول مجموعته. اه كان فيه اه مشاكل على الاداء وفيه مشاكل على اه طريقة اللعب والكلام ده ايام حسام البدري. وجبنا كرش وكلنا توسمنا خيرا. انه وصعد باربع منتخبات قبل كده الكاس العالم. ولكن اسلوب ادارته للمنتخب الوطني عليه علامات تستفهم كبيرة جدا. ممكن انا في المدخبات وانا في الدوحة في كاس العرب. قلت لك الكلام ده. اه قلت لك اختياراته فيها اه يعني سلبيات كتيرة. تشكيلاته فيها سلبيات كتيرة. طريقة اللعب فيها سلبيات كتيرة. وعنينا منها. اه مدرب عنيد جدا. متخصص في قتل المواهب. او اه. اخلص عليها. اخلص مواهب زايد اطلع عبد المنى مطلع عمر كمال. وفي نفس الوقت خلص على افشا وخلص على محمد شريف وخلص على احمد سيد زيزو. وخلص على احمد رفعت. اه. وخلص على احمد عبدالقادر. ما كل دي مواهب موجودة كانت ممكن تصنع الفارق. او على اقل تبقى بديل جيد. اه. كل دول خلصوا من المنتخب. مدرب عمل جريمة فنية في المباراة. السنغال التانية. لما يصاب مني لاعب. مدافع. ويستبعد لاعب للإيقاف. مدافع ايه تاني. اللي كلمة على محمد عبد المنعب. ولوينش. فيتم استدعاء. علي جبر. ورامي ربيعة. ويتم الدفع. برامي ربيعة. اللي كان مرايح تمنت يام. ولا مسك كورة. ولا تدريب. ولا اي حاجة. ويتم الدفع بيه اساسيا في هذه المباراة. معناها ان انت اختيارتك الاولانية. بوجود. اه. 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 محمود علاء. او حتى ايمن قاشرف ان انت واخده كمدافع ايصر. ولكن بيلعب في نفس المركز دي. اختيارتك خاطئة. اه. تم عملها في كاس العرب برضو. اخد اه. ناس. ام. وبعد كده. لما رجع من كاس العرب اخد ناس تانية. وكان. اه. لم يبقى عندك احمد رفعت. ابو جبل. كان متقلق في كاس العرب. اه. في المباراة اللي 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 الليعب فيها. يعني طبعا. يعني. يعني. مايلعب ماتش الاردن ويغير النتيجة. مايلعب ماتش السودان ويغير الن ويجي ماتش تونس ما تلعبوش خالص. بتعجبو على تقلقو. عشيه. فانت عندك ازمات كبيرة جدا. يعني انت براجة نظرك فقط هو المدير الفني هو سبب الخروب. بالتأكيد. بالتأكيد. طيب. بص ما هو المدير الفني ده عبيعمل ايه. هو اللي بيختار. وهو اللي بيوضع على التشكيل. وهو اللي بيعمل طريقة اللعب. فكل دي حاجات اختب فيها. معلش هو عنده الادوات هل الادوات اللي معاها كلعبين بنفس القدرات والادوات اللي موجودة عند اليوسيسية. كان ممكن كان ممكن كان ممكن يستفيد من من اسماء تانية. ما خدهاش. او استبعدها. وقد يعني قد تكون احنا وجيت نظرنا غلط. في بعض اللاعبين. ولكن انت ما خدتهاش. ولما تقلقت استبعدتها. يعني لما تقلقت مع المتخب استبعدتها. طيب. انا هرجع لك. اشتركوا في القناة.